دعوته إلى طي صفحة الماضي وفتح صفحة جديدة نتناظر فيها اقترحت عليه موضوعات كلها موضوعات مهمة لكل متتبع للجدل الديني في هذا الزمان دعوته إلى المناظرة حول موضوع حيوي العنف بين القرآن الكريم والكتاب المقدس لكن للأسف الأستاذ رشيد لديه ما يخافه إنه يرفض هذا الموضوع رغم حياديته بين موضوعات الإسلام وموضوعات المسيحية ما الذي تخشاه أستاذ رشيد سأقرأ لك قول الله تبارك وتعالى قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر سأقرأ هذه الآية وغيرها من الآيات التي تراها بأنها تدعو إلى العنف لكن ما الذي تخشاه أنت على الجانب الآخر هل هناك نصوص تخشى أن يستمع الجمهور إليها مثل هذا النص؟ والآن فاسمع صوت كلام الرب هكذا يقول رب الجنود إني قد افتقدت ما عمل عماليق بإسرائيل حين وقف له في الطريق عند صعوده من مصر فالآن اذهب واضرب عماليق وحرموا كل ما له ولا تعف عنهم بلقت الرجلا وامرأة طفلا ورضيعا بقرا وغنما جملا وحمارا ترجمة نانسي قنقر